بسائل خير يا رب دايما تكونوا بخير النهار ده ها معاك وصفتين من الوصفات اللي ما ينفعش يعدي الشيطة من غير ما نعملهم تقريبا كل يوم احنا دايما كل يوم بنحب نشرب لايما هوت شوكلت احنا والولاد او بنحب نشرب سحلب انا بالنسبالي السحلب ده يعني هو الرعي الرسمي طول الشيطة فالنهار ده هقولك ازاي تعملي بودرة سحلب تحفة في البيت وكمان نعمل احلى واطعم بودرة هوت شوكلت في البيت احلى من الجاز مية مرة شايفين شكلهم ازاي مو غري وحلو كمان الطريقة سهلة اول حاجة هبدأ بيها هو السحلب انا عندي هنا كوباية يكون مليانة من انا استخدمت الكوباية لكل حاجة يعني نفس الكوباية هعاير بيها كل حاجة فعندي كوباية مليانة انا احطى نصها ديق رز ونصها التاني نشا ممكن استخدميها كلها نشا لو انت ما عندكيش ديق رز بس انا حبيت طعم ديق رز اكتر في السحلب بيديها طعم مميز جدا بس في وصفات كتير وبواكي كتير بيكون جاهزة بيستخدمه النشا بس ما بيستخدميش ديق رز فاحنا محتاجين كوباية لاما تكون نصها ونصها زي ما قلنا او تعمليها كلها نشا براحتي هوا موجود متوفر في اي سور ماركت او عند العطار هتلاقي ديق رز بكل سهولة وعندي هنا نص كوباية من الحليب البودر ممكن لو انت حبة تعمليها سيومي او نباتي تحطي كريمر او تحطي حليب نباتي او تعمليها بحليب عادي براحتك يبقى نصف كباية حليب باودر نصف كباية سكر باودر ونصف كباية من كريم شانطيل خام ممكن نستغلع عن سكر الباودر او ممكن نستغلع عن سكر الباودر ونحلي لما نكون هنعمل كباية السحلة براحتنا بس برضو الوصفات الجاهزة بيكون فيها نسبة سكر وبعد كده بنكمل السكر ونحلي حسب الرغبة ونحن بنعمل الوصفة بتاعتنا حبت بقى كده التوابل اللي هما هيخلوا معينا الوصفة التحفة ويخلوا طعمها عالمي هو معلقة كبيرة مليانة من السمسم المتحمص نصف معلقة صغيرة من الفانيلا او باكو من الفانيلا عندي كمان اربع خمس فصوص من المستيكا المستيكا بتعمل سحر في الوصفة دي هجي بيهم تطحنينهم كده بالهون او باية حاجة مع شوية سكر ونحطهم وعندي نصف معلقة صغيرة من اصانس جوز الهند اصانس جوز الهند برضو بيخل الطعم رهيب موجود عند مستزمات الحلواني وموجود عند العطار هتلاقيه بسهولة طب لو انا ما عنديش خلاص ممكن نستغنى عنه ونكتفي بالمستيكا والفانيلا بس لو موجود فيه هيبقى اضافة حلوة جدا جدا للوصفة دي بعد كده عندي شوية مكسرات وحركات دول هنحطهم على الوش كده يعني للتزيين والطعم احلى لكن الاساس اللي انا قلتلكو عليه هنجيب بقى الطريقة الطريقة سهلة جدا جدا هنجيب طبق هنجيب اي حاجة هنحط فيها زي ما قلنا نشا دي روز عندي سمسم عندي سكر باودر حليب باودر عندي كريم شانتي خام وشوية المستيكا والفانيلا ونقلب بقى كل الحالات الحلوة دي مع بعض كويس جدا جدا وكده جاهز عندنا بجد احلى واطعم بودرة سحلة بممكن تجربوها خطيرة يعني ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم جدا جدا هنقلبها بقى كويس قوي قوي حطوها بقى في علبة محكمة الغلق حطوها في كيس بلاستيك براحتكم واخدوا منها واستخداموه زي ما تحبوه هنعمل بقى كده مج حلوة او كوباية سحلة بحلوة فانا عندي هنا معلقة صغيرة من السكر انا زودت السكر بس معلقة صغيرة تاني زي ما قلنا السكر حسب الرغبة عندي معلقة كبيرة مليانة من مدرة السحلة باللي احنا عملناها وعندي كوباية من الحليب ممكن تستخدمي حليب نباتي او حليب عادي براحتك هناخدهم بقى الاول هنقلبهم كويس جدا جدا قبل ما نرفحهم على النار عشان ما يكونش فيه اي كلاكيعة او اي تكتلات وباقي نرفحهم على النار هادية خالص وانده نقلب فيهم من وقت للتاني مهم جدا تقلبي كويس علشان طبعا ممكن يلسع منك بسهولة او ممكن يعمل منك كلاكيع بسهولة ويا ريك كمان ما تستخدميش استلس لان استلس اوقات بيشيد بسهولة يعني لو انت انا هنا استخدمت استلس بس هو مش احسن حاجة يعني لو انت عندك حاجة جرانيت او حاجة المونيوم نوع كويس او اي نوع تاني بيكون حلو جدا جدا مع السحلب المهم بقى هنخلي عينار هادية خالص خالص لحد ما يبدأ كده يغلي معانا ويبكبك ونروح بقطفين عليه وشاربين احلى كباية سحلب في الدنيا انا هنا القوان بتاعي كان بالنسبالي انا مزبوط جدا لو انت حابة تقليه شوية اكتر ممكن تزاودي السحلب اكتر بس هو عموما لما بيبرد سنة بيتقل اكتر من كده كمان بكتير هنضيفه بقى زي ما قلنا في المجد وقادي شوية المكسرات اللي عندي شوية جوزهند اللي هو المبشور واللي هي الكبيرة دي او اللي هي الصحيحة دي عندي كمان شوية زبيب شوية مكسرات شوية سوداني شوية سمسم يعني قلبي باع الخلطة الحلوة دي وحطي كده برضو حسب الرغبة كل واحد في المجد بتاعه او في الكوباية بتاعته وعملوه وجربوه ان شاء الله يعجبكو اوي اوي ويعني مشابطلو تعمل الوصفة دي وانا عارفة ان دايما في ناس اول ما بخلص الفيديو بتعمل وصفاتي وبتبعتلي تقولي الوصفات تماما فيارب ده كمان يعجبكو اوي اوي كده خلصنا بودرة السحلب التحفة وان شاء الله لما تجربوها زي ما تلكوا هتعجبكو جدا تعالوا بقى نعمل بودرة هوت شوكولت خطيرة هتعجبنا وهتعجب الولاد كمان اكتر من هنا بكتير اول حاج ابدأ بيها انا عندي هنا نص كوباية من السكر البودر البواكي دي بقى نحن بيجيبها جهزة هوت شوكولت مهم جدا جدا بيكون فيها السكر البودر dd ما ينفعش اوريس نستغل عنه ممكن انكت حل fetch ali حسب الروا باس وانسويال اساس بيكون سكر باودر موجود في الوصفة دى، اللي هو بقى زي سكويج زي ايا حاجة عندنا نص كوباية من السكر البودر ربع كوباية من الككاوة الخام وكل ما يكون نوع كاكاو حلو وكل ما تشربي كوباية هوت شوكولت حلوة هنا يعني بصوا دي اهم حاجة لازم نستخدم نوع كاكاو حلو جدا جدا ربع كوباية ربع كوباية من الحليب الباودر برضو نوع كويس بيكون معي طعم حلو جدا جدا وممكن نستخدم عنه ونحط بداله زي ما قلنا حليب نباسي وعندي طمنا كوباية او معلقة كبيرة مليانة من الكريم شانطير خام بيدينا طعم حلو قوي وغناوة كده للوصفة دي وعندي هنا معلقة كبيرة مليانة من النشا النشا بيكون بيزبط قوام الهوت شوكولت جدا جدا وباكم من الفانيلا وعندي كمان بقى رشة من الملح رشة الملح مع الهوت شوكولت يعني بتوديها في حتة تانية خالص وعندي هنا بقى شوية شوكولت شابس قطع شوكولاتة عندك دارك بالحليب دي براحتك دي هنحطها كده برضو في الاخر بتدينا غناوة اكتر للهوت شوكولت او لو انت مش حابة تحطيها خاصة استغني عنها استغني عنها براحتك الطريقة بقى سهلة جدا جدا زي ما قلنا عندنا نص كباية من السكر الباودر ربع كباية من الكريم شانطي الخام النوع الكويس بقى الكتين لازم يكون نوع كويس جدا جدا ربع كباية من الحليب الباودر وعندي كمان معلقة كبيرة مليانة من الكريم شانطي الخام وعندنا معلقة كبيرة مليانة من النشا وعندنا رشة الملح رشة الملح اساسية ومهمة وعندنا باكم من الفانيلا هناخدهم برضو ونقلبهم كويس جدا جدا والأفضل والأحسن بقى نحن ننخل الوصفة دي علشان ساعات الكاكاو بيكون فيه تكتلات فمهم جدا نحن ننخلها عشان يكون معنا كده الخليط كده ناعم كده وما فوش اي تكتلات خالص وكده برضو هيكون جاهز معنا بودرة هوت شوكولات تحفة في اي وقت بقى الولاد محتاجين هناخد منه معلقة كبيرة ونعمل كده احلى مجة هوت شوكولات في الدنيا شايفين شكله ازاي حلو وبجد يعني لما اتجربوه يعجبكو قوي قوي غني جدا جدا تعالوا بقى نعمل منه هو كمان كوباية هناخد بقى معلقة كبيرة بقى من الهوت شوكولات الحلو ده هنحطها في كانكا هنحطها في اي حاجة وهنحط عليها كوباية من الحليب ممكن تستخدم حليب نباتي او حليب عادي براحتك وهنقلبهم كويس جدا جدا قبل من نرفعهم على النار طيب ينفع ما حطهاش كلها على النار او ينفع ممكن تجيبي بقى برضو معلقة الهوت شوكولات حط عليها كده ربع كوباية من المياه السخنه او الحليب السخر اللي بيها كويس لحد ما تدوب وبعد كده اضيفي عليها الحليب البارد عشان تكون يعني سهلة ولولا تشربوه بسرعة برضو براحتك كده او كده براحتك المهم لو هننرفعها على النار هناخدها على الهات دي خالص برضو مهم نكون مدوبنها الاول كويس جدا جدا وبعد كده لما نحس ان يبدأت تدخل في الغليان يا دوبك قبل ما تغلي يعني بكم سانية هتروح يضيف عليها بقى شوية كطع شوكولاتة اي بقى شوكولاتة بتحب تستخدميها براح تستخدميها طبعا هيكون طعمها اغنب كتير ويكون يعني الهوت شوكولات ده يعني عالمي وبعد كده ناخده بقى ونصبه بقى في المجات في الكوبايات براحتنا انا بنتي اخترت كده الكوباية البيبي دي التوتو بوتو دي خالص علشان كانت عجباها يعني لكن انا بالنسبالي لا احب اشرب الهوت شوكولاتة في مجة حلو كده جربوها بجد هتعجبه جدا جدا حلو ان يكون عندنا كده حاجات جاهزة موجودة اه في التلاجة في المطبخ وقت ما نكون محتاجين ناخد منها طوله ونستخدم قريب بقى هعمل معاكم الهوت شوكولات تاني ووصفات تكون مركبة اكتر من كده بس انا حبيت عمل معاكم الوصفة السهلة السريعة اللي احنا دايما بنحب نشتريها جاهزة فاجربوها ولاغبرها ومعنش بنتي بقالها كتير عما تقولي عايزة قول فانا مش عفيا عايزة اقول ايه فخليها تقول تفضلي قولي ايه هتقولي ايه اعملو وعملوا لايك لايك وتشتركوا على قناة باي باي تعمو حلو حلو اوي اوي او مش اوي 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 بس شكل و امر شكل و امر انتي امر وبس خلاصي ربكو فيديو سهل وبسيط وجربوه علي طول وتعملوا لايك لايك واشوفكم فيديو تاني مع سانة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة